اعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث السنوي اهلا بكم في درس جديد من مادة علم الاجتماع درسنا النهاردة بعنوان الظاهرة الاجتماعية فالظاهرة الاجتماعية هي اساس الدراسة في علم الاجتماع يعني اساس الدراسة كلنا اخدنا يعني علم الاجتماع وعرفنا ان علم الاجتماع هو العلم اللي بيدرس المجتمع دراسة علمية طب ايه هو موضوع علم الاجتماع احنا عندنا تلات علماء مهمين جدا في مجال علم الاجتماع اولهم هو ابن خلدون المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع تاني واحد وهو اوجست كوند وهو رائد علم الاجتماع الحديث جاه بعده تلميزه وهو ايميل دور كايم التلاتة دول اكدوا ان موضوع علم الاجتماع هو دراسة الظاهر الاجتماعية الظاهر الاجتماعية بمفهوم بسيط جدا هو اي شيء او اي حدث ينتج من اجتماع الافراد كلما الناس تجمع في المجتمع بيخرج عنهم شيء او حدث الشيء او الحدث ده بنسميه ظاهرة اجتماعية يعني الظاهرة الاجتماعية هو شيء بيظهر نتيجة تجمع الافراد فمعنى كده ان الظاهرة الاجتماعية فعلا هي اساس الدراسة في علم الاجتماع طيب ليه؟ فهي تعد نتيجة حتمية لكل من التفاعلات الاجتماعية التي تنشأ نتيجة علاقات الافراد كلنا عارفين ان ما ينفعش حد في المجتمع يعيش لوحده ان خالدون قال كده قال ان البشر لازم يعيشوا في صورة تفاعلات اجتماعية تفاعلات الاجتماعية اللي بتحصل ما بين البشر مع بعضهم البعض بتقدي لحدوث ما يسمى بالعلاقات الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية عندما تستقر تؤدي لحدوث شيء تانى اسم العمليات الاجتماعية يعني ايه عملية اجتماعية؟ هو تسلسل من الافعال تسلسل من الاعمال التي تنتج عن بعضها البعض زي ايه؟ زي عملية التعاون زي عملية التكيف زي عملية التناقص او عملية الصراع تعالوا بقى نشوف تعريف الظاهرة الاجتماعية تعريف الظاهرة الاجتماعية أكد إيميل دوركايم قلنا إيميل دوركايم هو أحد رواد علم الاجتماع الحديث أن الظاهر الاجتماعية هي كل ضرب من السلوك سابتاً كان أم غير سابت يمكن أن يباشر نوعاً من الإنزام على الأفراد الظاهرة الاجتماعية هي كل ضرب من السلوك ضرب يعني أي نوع من الأنواع السلوك أي سلوك السلوك الاجتماعي يعني يه سلوك اجتماعي؟ يعني السلوك اللي بيحدث ما بين الأفراد مع بعضهم البعض سواء في صورة تفاعلات في صورة علاقات في صورة عمليات في أي صورة بنستور الظاهرة الاجتماعية ممكن تكون ثابتة أو غير ثابتة أما جاقول كلمة ثابتة أنا ما عنديش في علم الاجتماع ثابت مطلق ما عنديش ثابت مطلق إنه ما عندي ثابت إيه؟ ثابت نسبي بمعنى الشيء ممكن يبان إنه هو ثابت لفترة طويلة من الزمن لكن ممكن يتغير أو بمعنى تاني أبان من بره اللي أنا ثابتة بس أنا من جواي بتغير تفكير بيتغير يبقى أما يجي هنا يقصد كلمة إن الظواهر الاجتماعية ثابتة نسبيا يعني أما يجي يقول هنا إن الظواهر الاجتماعية ظواهر ثابتة يبقى أقصد السبات النسبي وليس السبات المطلق نكمل بقية التعريب بيقول إن الظواهر ممكن تبقى ثابتة أو غير ثابتة إيه بقى المقصود بكلمة غير ثابتة يعني متغيرة طيب إيه الفرق ما بين ثابتة هنا وغير ثابتة الثابتة الأولانية كان مقصود بيها الثابت النسبي أبان إن أنا ثابتة لكن أنا من جوا بتغير بعد فترة طويلة ثابتة ممكن أتغير أما كلمة غير ثابت مقصود إن الظواهر الاجتماعية دي تتغير بسرعة أكبر من مجرد السبات النسبي الظواهر الاجتماعية سواء ثابتة أو غير ثابتة ملهبة تباشر نوعا من الإلزام على الأفراد الظواهر الاجتماعية ملزمة للأفراد يعني ملزمة تفرد نفسها على الأفراد زي العادات والتقاليد أنا عايشة في مجتمع معين فلازم إن أنا ألتزم بعادات وتقاليد هذا المجتمع تعالوا نشوف بقى خصائص الظواهر الاجتماعية خصائص الظواهر الاجتماعية التي تميزها عن غيرها من زواهر العلوم الأخرى مقصود بالخصائص هي مميزات الظواهر الاجتماعية أول خاصية من خصائص الظواهر الاجتماعية التلقائية بمعنى أن الظواهر الاجتماعية تنشأ كلما اجتمع الناس بعضهم ببعض وترابطت مصالحهم واتحدت رغباتهم بمعنى شيء تلقائي مقصود إن هو بيحدث بدون تفكير بس يعني إيه بدون تفكير؟ يعني أنا موقعي مش بيشتغل خالص؟ لا بيشتغل بس بطريقة بسيطة مش باعد أفكر كتير قبل أن أعمل الحاجة إزاي؟ حد في الشرع بيقول لي السلام عليكم رد فعل طبيعي مش محتاجة تفكير هعمل إيه؟ أقوله عليكم السلام كلمة السلام عليكم وعليكم السلام اللي إحنا بنعملها في حياتنا اليومية دي بقول أنا بقولها بطريقة تلقائية يعني بدون تفكير كتير بدون إدراك كبير مش باعد كتير عود أفهم في الموضوع؟ لا حد بيسلم عليها فبرد السلام التلقائية مقصود بيها أن الظواهر الاجتماعية ليست من صنع فرد أو مجموعة من الأفراد المال من صنع مين؟ من صنع المجتمع ككل فهي تصدر بوحي من العقل الجمعي الظواهر الاجتماعية تلقائية إحنا مش بنحتاج أن احنا نفكر فيها وده قلنا عليه طب هنا بيقول لي بقى إيه؟ الظواهر الاجتماعية مفيش واحد هو اللي عملها أو مجموعة صغيرة من الأفراد عملتها أو جماعة من الأفراد عملتها إنما المجتمع كاكل كاكل للمجتمع الكبير هو اللي اشترك في صنعها زي رد التحية زي العادات زي التقاليد ينفع نقول إن فيها نوع معين من العادات أو التقاليد مجموعة بعينها أو جماعة معينة بعينها هي اللي اخترعتها لا إحنا بنبقاش عارفين أساس هذه التقاليد أو أساس هذه العادات ولكن المجتمع ككل شارك في فعلها وشارك في نقلها عبر الزمن بما إن الزوارة الاجتماعية تلقائية فمقصود بيها إن الأفراد تمارسها دون تردد يعني دون تفكير لأنها من صنع المجتمع زي ما قلنا كذي المعتقدات الأخلاقية والدينية تعالوا نشوف الخاصية التانية من خصائص الزوارة الاجتماعية تاني خاصية مقصود بيها الشيئية أما جيت قلتلكم يعني إيه ظاهرة اجتماعية قل هو شيء بيظهر حدث بيظهر نتيجة تجمع الأفراد يعني إيه كلمة شيء أقصد بكلمة شيء إنه حدث بيحدث خارج الفرد بمعنى إنه هو مش داخل الإنسان مش في تكوينه مش في الفيسيولوجي بتاعة الجسم بتاعته ده بيحدث نتيجة احتكاكه بغيره من الناس في المجتمع فمعنى كده إن الظاهرة الاجتماعية خارجة عن زواتنا خارجة عن الداخل بتاعنا خارجة عن الناحية الفيسيولوجية بتاعتنا مش بنتولد بيها إنه بتحصل نتيجة احتكاكنا بالعالم الخارجي أو الأفراد المحاكين بينا فهي لا تولد بمولد الفرد ولا تفنى بفنائه يعني مفيش حد مثلا بيتكلم اللغة العربية وهم لحد ده يموت اللغة العربية هتفنى معاه هتخلص معاه لا عادي حتى لو حد ما تتكلم اللغة العربية في غيره وغيره وغيره ليه؟ لأن اللغة العربية ما كانتش داخل الشخص ده كانت نتيجة احتكاكه بالعالم الخارجي مثال هنا زي اللغة فالفرد بقوة ولادته يتكلم لغة معينة وحينما يموت لا تنتهي هذه اللغة فهي ظاهرة موجودة في المجتمع الخارجي وليس الداخل نشوف الخاصية التالتة تالت خاصية للظواهر الاجتماعية هي الجبر والإلزام قلنا في التعريف إن الظواهر الاجتماعية بتلزم الأفراد بفعلها عايشة في مجتمع معين فأنا ملزمة إن أنا أتكلم نفس اللغة ملزمة بالعادات والتقاليد فالظواهر الاجتماعية تفرد نفسها على الأفراد فلا يسعهم أن يخالفوها أو يخرجوه عن قواعدها وإلا تعرضوا للجزاء أنا عايشة في مجتمع ملتزمة في كل الظواهر اللي بتحدث فيه شكل الملبس نوع المأكل اللي بأكله العادات التقاليد طب هو أنا ينفع إن أنا أخالف الظواهر أكيد ينفع طب لو خلفتها إيه اللي هيحصل؟ هتعرض للجزاء يعني المجتمع مش هيعديه لإن أنا خالف العادات والتقاليد بتاعته هيعرضني للجزاء؟ الجزاء ده ممكن يكون التوبيخ ممكن يكون الاستنقار أو ممكن يكون رفضي من قبل الجماعة تعالوا بقى نشوف السؤال هنا ممكن يجي زي؟ اختر الإجابة الصحيحة إن الفرد لا يلجأ للتفكير قبل سلوك تلك الظاهرة الاجتماعية ولا ينتظر حتى يدركها فالظاهرة الاجتماعية هل هي شيئية؟ ولا تلقائية؟ ولا جبرية؟ ولا تاريخية؟ هنا بيقولي مش بنحتاج تفكير مش بنحتاج إن إحنا ندركها بصفة كبيرة أو بشكل كبير فمعنى كده إن هي تلقائية تحدث دون تردد أو يمارسها الأفراد دون تردد نشوف سؤال كمان؟ اختر الإجابة الصحيحة تعتبر الظاهرة الاجتماعية حالة عفوية يعني بيعملها برضو بدون تفكير بدون إدراك كبير لذلك فهي هل هي شيئية؟ ولا نسبية؟ ولا جبرية؟ ولا تلقائية عفوية يبقى مقصود بيها؟ تلقائية نشوف سؤال كمان؟ اختر الإجابة الصحيحة الفرد يمارس الظاهرة الاجتماعية تأسياً يعني أسوة بي تقليداً ليه تأسياً بغيره من الأفراد وأن الخروج عنها قد يبدو مستغرباً يعني المجتمع بيستنكر الشخص اللي بيخرج عن الظواهر الاجتماعية أو لا يلتزم بيها فالظاهرة الاجتماعية تعد هل شيئية؟ ولا تلقائية؟ ولا إلزامية؟ ولا تاريخية؟ هنا المجتمع بيستغرب الناس اللي بتخرج عن الظواهر الاجتماعية يبقى معنى كده أن الظواهر الاجتماعية إلزامية نشوف سؤال كمان اختر الإجابة الصحية توجد الظواهر الاجتماعية خارج شعور الفرد خارج وليس داخل أي أن دراستها لا تكون على أساس شعور الفرد وإنما تكون دراسة موضوعية مقصود بموضوعية خارجية لذلك فهي الظواهر الاجتماعية خارجية مقصود بها إيه؟ هل هي شيئية؟ هل هي شيئية؟ الظواهر الاجتماعية؟ الزام يعني فيه جبر يبقى الظواهر الاجتماعية زواهر جابريل رابع خاصية من خصائص الظواهر الاجتماعية هي العمومية والانتشار بمعنى أن الظواهر الاجتماعية تنتشر بين جميع أفراد المجتمع يعني إيه؟ يعني الظواهر الاجتماعية موجودة ما بين كل أفراد المجتمع وما بين كل أفراد المجتمعات المختلفة يعني ظاهرة الأسرة موجودة في المجتمع المصري موجودة في المجتمع السعودي موجودة في المجتمع الأمريكي موجودة ما بين أفراد المجتمع الواحد وبين أفراد المجتمعات المختلفة تظهر في صورة واحدة إلى حد ما زي برضو ظاهرة الأسرة إحنا عارفين الأسرة يعني أب وأم ممكن يكون أب وأم بس ممكن يكون أب وأم وأبناء ممكن يكون الأبناء دول حبة صغيرة أو عدد صغير أو ممكن يكون عدد كبير عشان كده بنقول لحد ما شكل الأسرة بتاخد شكل معين بتختلف بس اختلاف بسيط عشان كده بنقول إن الزواهر الاجتماعية نسبية أو سابطة نسبيا الزواهر الاجتماعية تتكرر خلال فترة طويلة من الزمن زي ظاهرة الملابس عارفين الموضة بتاعة الملابس؟ في موضة معينة في البنطلونات مثلا أو في البلوزات مثلا تنزل دلوقتي وتختفي ترجع بعد عشر سنين ترجع نفس الموضة في شكل الملابس أو في لون الملابس الزواهر الاجتماعية على الرغم من نهية عامة ومنتشرة بين جميع أفراد المجتمع إلا أنه يمكن إحصاقها وقياسها ومقارنتها بغيرها يعني إحصاقها يعني عدها يعني ينفع أقول عندي ظاهرة الأسرة ينفع أقول عندي ظاهرة اللغة ظاهرة العادات ظاهرة التقاليد طب ينفع أعمل إيه كمان؟ أقسها يعني إيه أقسها؟ أقول ظاهرة الأسرة هي الأكثر انتشاراً بين الزواهر ظاهرة اللغة هي الأكثر انتشاراً بين الزواهر مثلا وفي نفس الوقت ينفع أقارنها بغيرها يعني أقول إن ظاهرة الأسرة أكثر مثلاً من ظاهرة اللغة مثلا أنا كده قارنت ما بين ظاهرة وأخرى شوفوا الخاصية الخامسة من خصائص الزواهر الاجتماعية الزواهر الاجتماعية نسبية وده اللي احنا أكدنا عليه في تعريف الزواهر الاجتماعية وقلنا الزواهر الاجتماعية ممكن تكون سبتة وقلنا السبات هنا مقصود بيه السبات النسبي ممكن تكون غير سبتة فالزواهر الاجتماعية تغضع لأثر الزمان والمكان هي بتتغير بس بتتغير تبعاً لإيه؟ للزمان والمكان العادات والتقاليد بتختلف عبر الزمن العادات والتقاليد اللي كانت موجودة زمان أو القيم اللي كانت موجودة زمان مختلفة عن القيم اللي موجودة دلوقتي بتختلف الزواهر الاجتماعية من مكان إلى آخر فشكل الزواج مثلاً يختلف من مكان إلى آخر ازاي؟ في بعض المجتمعات بتؤيد وحدانية الزوجة أو الزوجة يعني الراجل يجاوز 1-6 بس والستة تجاوز راجل 1 بس في مجتمعات أخرى أو أماكن أخرى فيه بقى تعدد الأزواج فيه أماكن تانية عندهم تعدد الزوجات معنى كده أن الظواهر الاجتماعية بتختلف تبعاً للزمان وتبعاً للمكان ولا تزبط على شكل واحد الخاصية السادسة من خصائص الظواهر الاجتماعية هي أنها تاريخية فالظاهرة الاجتماعية تمثل فترة معينة في حياة المجتمع الظاهرة الاجتماعية تتأثر بالتراث التاريخي أو الإرث الحضاري لكل مجتمع يعني بعض الكلمات اللي إحنا بنستخدمها دلوقتي مستمدة من الحضارة الفرعونية بعض العادات والتقاليد زي شام النسين مثلاً مستمدة من الحضارة الاجتماعية فمعظم الظواهر بتاعتنا بتستند على التراث التاريخي للمجتمع فالظاهرة الاجتماعية هي مدة التراث التاريخي وما ينطوي عليه من عادات وتقاليد وعرف يتناقله الخلف عن السلام زي ايه كمان؟ زي شكل الملابس شكل المساكن برضو نتأثر فيها بالتراز بتاعنا أو بالتراز بتاعنا سابع خاصية للظاهرة الاجتماعية هي الترابط فالظواهر الاجتماعية مترابطة مع بعضها البعض ويؤثر بعضها في بعض زي ظاهرة الانحراف تؤثر على ظاهرة البطالة والعكس صحيح في نفس الوقت يفسر بعضها بعض يعني يفسر بعضها بعض هنا أسباب ظاهرة تؤدي لحدوث ظاهرة معينة تسبب حدوث ظاهرة معينة فالظواهر الاجتماعية لا تعمل منفردة يعني احنا أعضاء في الأسرة في الظاهرة اللي اسمها الأسرة في نفس الوقت بنستخدم الظاهرة اللي اسمها اللغة في نفس الوقت خاضعين للظاهرة اللي اسمها التقاليد وخاضعين للظاهرة اللي اسمها العادات أو الأعراف بتاعت المجتمع فالظواهر الاجتماعية لا يمكن دراستها منعزلة ما ينفعش أعزل الأسرة عن باقي ظواهر المجتمع تعالوا بقى نشوف السؤال هنا ممكن يجي لنا إزاي اختر الإجابة الصحيحة الظاهرة الاجتماعية لا تقتصر على أفراد بعينها دون غيرها لذلك فهي هل هي نسبية ولا عامة ولا تاريخية ولا شيئية هنا بيقولي الظاهرة الاجتماعية مش خاصة بأفراد معينين دون غيرهم إنما هي عامة على المجتمع ككل لذلك فالظواهر الاجتماعية عامة تشوف سؤال كمان اختر الإجابة الصحيحة الظاهرة الاجتماعية نشأت نتيجة الحالات والظروف الاجتماعية المتعلقة بالعموم وليس الخصوص يعني الظواهر الاجتماعية بتنطبق على عامة أفراد المجتمع وليست خاصة ببعض الفئات في المجتمع فهي هل هي عامة ومنتشرة ولا تاريخية ولا تلقائية ولا نسبية هنا بيقولي تتعلق بالعموم وليس الخصوص ببعض الظواهر الاجتماعية عامة ومنتشرة نشوف سؤال كمان اختر الإجابة الصحيحة عناصر الظاهرة الاجتماعية لا تكاد تفترق عن بعضها بعضاً عناصر الظاهرة الاجتماعية مش كل عنصر في ناحية مش كل ظاهرة في ناحية ده الظواهر مش بتتفرق عن بعضها الظواهر مرتبطة مع بعضها البعض فمن خصائصها أنها هل النسبية؟ هل العمومية؟ هل التلقائية؟ ولا الترابط؟ ويقولي لا تكتف ترق يعني مترابطة مع بعضها البعض وبكده يبقى وصلنا لنهاية موضوعنا موضوع الظاهرة الاجتماعية وإلى اللقاء في موضوع جديد